اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغلقوا الصفحة تغلقوا الصفحة نفتح ربعين اراكم جربتوا معايا في وقت سابق على موقع انتاء اليوتيوب اغلقتوا الصفحة شهال من المرة وافتحت لكم اكثر من ربعين صفحة وفي الفيسبوك نفس الشي تغلقوا صفحة نفتح ربعين هذا مكان تغلقوا البث يعود يرجع البث من جهة واحدة اخرى قادر نتكلم وحدي لكن انا حاب نشارك الجزائرين والجزائريات في هذا الموضوع المهم الاخوة والاخوات واضح من انه زعجهم هذا النقاش المهم نطلب منكم على جلبة تنشروا الرابط في الخطن تاع الصفحة ورعوا عندهم الوسائل كيفش هما راهم يناوروا كيفش راهم هما يخترقوا في مثل هذه الحوارات عندهم ناس سبيسياليست راهم دركهم شوفوا ترى مع الاخ هذا عبد النور اخ عبد النور عندك مبلوكاش في الخطن تاعك شوفوا مع الاخ هذا محمود نفس الشي المهم يبدو هو انه هذالناس راهم منزعجين يعني واضح شوفوا طرع مع الاخ اخ هذا كروشي من نفس الشي مبلوكاش عندك في الخط تاعك لا اله الا الله واضح سكرنا الخط يا حليل هذا الناس انشروا الرابط على اكبر عدد ممكن من صفحاته من المجموعة ها يزيدهم زيدهم يبدو هو انه الشياتين راهم منزعجين شوفوا ترى عيسى الله اكبر حتى عيسى ثاني سكره كالطريق والله والله غير حاولت باش نطلعك ومكانش لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحانك يا ربي واضح واضح بلي كي ننبلوكاش كل مرة على باك من ايمن يطلع واحد يقول لك ايشيك كي ننبلوكاش كي ننبلوكاش قائمة ايشية ايشية والله احاولت ارداني ارداني مرة ما كانش كي ننبلوكاش كان لانس كل ما قائمة الله لا تربحكم هذا ما الواحد يقول الله إن شاء الله يضمركم كما ركما تضمروا في الشعب الجزائري تمارسوا في الشيطة وتضربوا في الشيطة وتحوسوا تظلوا الشعب الجزائري ولما واحد يتقول كلمة حق توقفوا ضده ورب إن شاء الله يضمركم واحد بواحد لأنه ما حبيتوش تحشموا على أصلكم المهم الإخوة واحد ما قدرت أن نطلعه كي ينبلوكاج ممكن بلاك واحد من الجماعة ذو نتاع الهاكرز هذوك ادخل ولعله هذك اللي إحنا قلنا باللي نحسبوها رجل بلاك لعود هذك ولا واحد من الجماعة لأنه محبين يفرضوا واقع على الشعب الجزائري هذا هي المهم الإخوة والأخوات واضح من أنه كي ينبلوكاج خلينا نتكلم شوية وحدي ومن بعد نفتح بث واحد أخر لأنه الآن واضح من أنه ما كانش الطريقة رعا مغلوقة رعا مديري أنه بارا جات في الطريق هذا الظرر بين التأشيتاء كيفش نعرفهم؟ هو يعني عموما هذا الظرر بين التأشيتاء تلقوه إنسان عبد ذليل إنسان مذلول إنسان ما يخافش ربي إنسان متهموش المصلحة أنت على البلاد وإنسان مهما كان المستوى أنتعوه سواء تلقاه دكتور أو علم في الفضاء تلقاه عبد ذليل ما عنده الشخصية والعبد الشيات هذا ما يحشمش تلقاه ما يحشمش انترك تغمس له في رأسه ويخرج وتلقاه يضحك تلقاه واسمه العبد الشيات هذا ما تهموش المصلحة أنت على البلاد تهموه المصلحة أنتعوه إذا كان هذا العبد الشيات رأوا رايح يحقق المصلحة أنتع غديري ما يهموش ولو تحرق البلاد ما يهموش والآن هذي الشياتين هذا في ظل هذا الانتخابات الرئاسية رأهم يمارسوا في الشيطة بالفنون انتاعها واحد يحوس يضرب الشيطة تلقاه يوصل في الأخبار تلقاه يطعن في ناس كذا يروح للمرشح الفلاني ويوصل له الأخبار قال هاو كذا هاو كذا هاو كذا من أجل علاج البشوة ينال الرضان تاعو حتى باش فيما بعد هو هذك المرشح هذك في حالة ما هو أنه يوصل للسلطة أرى هو رايح يرضى ليه تلقاه هذا العبد الذليل ما يعبدش ربي يعبد العبد انتاعو هذا ما يعبدش ربي وإنما يعبد العباد تلقاه هو يلعق في الحذاء من أجل علاج البشوة يوصل للمصلحة انتاعو قد تكون منصب قد تكون ترقية قد تكون سيارة قد تكون قل شهرية قد تكون مكانة هكذا علاج البشوة يضرب المصلحة انتاعو الأخرين وركم شفتوها في المؤسسات قال مثلا اللي ركم اشتغلتو فيها تلقى واحد هو يضرب الشيتة للمدير يوسيء للأستاذ مثلا أو للمراقب يروح هو تلقاه للمدير يضرب له في الشيتة يغسل له السيارة انتاعو يدي له الولاد انتاعو يحوس بهم تلقاه صاحب الجدارمي تلقاه صاحب الضابط الفلاني رئيس البلدية الوالي كذا وركم تعرفوهم يعني تلقاه هكذاك يضرب الشيتة للمسؤول ويتقربنه في الطعن في الآخرين على جلبش هو يحصل على مغنم يحصل على يعني حاجة اللي ر seemingly يحوس عليها كي تلقاه اللي راه و يضرب في الشيتة وعينه على قطعا تعتراب كي تلقاه اللي راه و يضرب في الشيتة وراه عينه على مكانه قال مثلا خاصة من هذه الناس اللي راه مرش وما يضربوا في الشيتة واحد راه و يضرب في الشيتة على جلبش هو يصبح مسؤول قال مثلا يعطيه له مكانه في قنصلية أو في شركة أو كين اللي يراه ويطمع في حاجة وحد خرا أنا لا أتحدث عن الناس اللي رأهم هما قال مثلا مرشح تلقاه مثلا استئصالي وهو راه يقاسمه يقاسمه الأفكار هذه الاستئصال أنا ما نحكيش عن الناس هذو هذوك لا يعتبرون شيئتين هذو هذا كرا وهو يقاسمه قال مثلا واحد مثلا كما هذا هذا علي غديري هذا واحد من الاستئصاليين وكيني الناس اللي رأهم دركهما معاه شوفوهم شوفوهم تلقوهم باللي شوفوا الموقف انتهم متسعينيات شوفوهم يقاسموه هذاك الفكر لأنه هما يعتقدوا من أنه الفرصة الآن بتفليقه راه ضعيف بتفليقه راه يحتضر بتفليقه راه انتهى الفرصة انتهم إلى جلب شوما يعودوا يمسكوا البوفور لأنه راح تلهم بعض الامتيازات راح تلهم بعض الأشياء بالتالي هما راح يقاسموا بعض الأشياء من أجل منع التغيير عارفين بالليل كان إذا كان يعني تم تمهيد لمرحلة وحده خراه وما راح مراح هين تروحوا المكان انتهم وراكم تشوفوا فيهم الآن الآن نشوفوا نقول لكم غير الإنسان اللي رأس انتعه مضرب بالكادمة هذا القضية انتعه عدلاً ملاح قضية مفتاعة لا فيه ناس اللي هما جابوهم من أجل استعطاف الشعب الجزائري لا سيما قال مثل كما هذا كامل بوعكز راه إنسان محبوب مهما كانت الخلفية انتعه إنسان قال مثل كان يستعملوا في الكوميديا هذيك راه هو إنسان محبوب عند جماهير كثيرة في الشعب الجزائري يستهدفوه واستهدفوا ناس آخرين قال مثل كما ذاك اللعب هذاك انتعه كرة القدم هذاك كيف كيف على جلبة شوما يستهدفوا هذيك الجماهير تاع الرياضة وعندهم ناس هذا الجهاز هذا انتعه الدولة العميقة هذا الجهاز الاستعصالي عندهم ناس يكلفوهم يبعثوهم لاصطادات على جلبة شوما يردوا أهزيج وكي الناس اللي هما بالغباء انتعهم يروحوا هما يردوا في هذيك الاهزيج ولكن هما راهم يستهدفوا فيها السلطة الحاكمة يقعدين يمشيوا في الناس من الخلف والآن هذا الناس وما راهم يحوسوا على جلبة شوما توتح لهم هذه الفرصة على جلبة شوما يعودوا يمسكوا المقاليد انتع الحكم هذ القضية انت عدلا من الله قضية مفتعلة والآن راكم شفتوهم الآن هذا علي غديري راكم شفتوه قال لك هذا عدلا من الله رايح يطاها رب نو يعرض لك جنيرال ومعاه الفريق انتعه وراكم شفتوهم بعض الصحوفيين اللي كانوا هما حطين رواحهم شوفوا في وقت من الأوقات شوفوا مع علي بن فليس لأن هذا الجناع هذا قال هاو المرشح شوفوا معاه الآن راهم بدلوا الاتجاه راهم منهم الآن يجري مع هذا علي غديري لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تفرقوا بين هذا الناس اللي هما راهم يقاسموا هذا علي غديري ويقاسموا ناس آخرين أخبط راسك للحيط فهمت؟ زيد زيد أخبط راسك وزيد فهمت؟ المهم هذا الناس هذو راهم دركوا ما يقاسموه قاسموه بعض الأشياء فيما يتعلق بهذا المأساة فيما يتعلق بهشجرة في التسعينات وكي الناس اللي هما مغربين باللعقة نتاع الإحذية كل ما شافوا واحد قالوا وينها المرشح البريفيري شكون هو المرشح الفافوري شكون هو المرشح نتاع العلبة شكون هو المرشح نتاع السلطة يروحوا يتسابقوا جماعات جماعات يروحوا لا تهمهم المصلحة نتاع البلاد لا تهمهم المصلحة نتاع الشعب لا تهمهم المعاينة نتاع الشعب المهم هذا الناس يروحوا يلعقوا الأحذية ويروحوا يلعقوا ما تبقى في الصحون ويروحوا على جلبشهما يحقوا هذا كله وكراهم عندهم مجموعة من الناس بلكم الثقوا في هذا أنيس رحماني بلكم الثقوا فيه بلكم بعض من الناس قال لك مثلا نراه وهذا أنيس رحماني أراه كونتر واسمه هالا أنيس رحماني هكم شفتوه في وقت سابق كيف شو واش يتحدث على رب راب هاو الان صار هو في القناة ورهو صار يمشيلو في في البيبلي سيتي هذي كنتعو قادر والله غير في اي لاحظة شوفوا الموقف انتاعوا متسعينات شوفوهم الموقف انتاعهم متسعينات وكان بعض الموحامين نفس الشي أنا حكيت لكم على وش اسمه هذيك على زبيداء السلالك ما عملنا راه الان شوفوهم شوفوهم تبعوهم مليه حتى إذا كان الناس اللي رام يلعبوهما في دور انتاع معارضاء او قال مثلا انا راني نرفض ولكنه راه يخدم معاه راه مجموعة راه يراهنوا على مجموعة من المرشحين من أجل على جلبشهما يستلموا السلطة ومن أجل على جلبش يمنعوا التغيير الحقيقي لأنه إذا كان حصل للتغيير الحقيقي إذا كان عادة الإرادة للشعب الجزائري هذا الناس راح تلمصالح انتاهم هذا الناس راح النفوذ انتاهم هذا الناس راح تشيط انتاهم إلى الأبد لأنه لما يكون هناك نظام حقيقي نظام اللي هو يعطي فعلا السيادة للشعب وتخرج هذه الكفاءات وتخرج هذه الإرادات فيما بعد راح يخرج مواطن وحد أخر مواطن اللي يتمتع بالوعي ومواطن اللي يتمتع بالحس الوطني وفيما بعد هذا الناس راح تروح التجارة انتاهم لذلك الإخوة والأخوات هذه الشياتين المذلولين هذه الشياتين اللي هما راح يتغذوا من المعاناة انتا الشعب الجزائري هذه الشيات اللي يروح هو يضرب الشيتة لفلان غير على جلبه يتصور معاه باش هو يفوخ ويزوخ في الفيسبوك قال او ترشح معه او تصور معه او الحق الجنيرال غديري باش غدوة قال لما يوصل هذا الجنيرال غديري قال لكم شفتوا والله تصورت معاه والله تقهوت معاه والله تعيشت معاه أيها الشيات المذلول أيها الشيات الحقير اللي تروح انتا تشيت الواحد غير على جلبه انتا تتصور معاه شوف للناس اللي راهم كانوا في مسؤوليات مختلفة وين راهم الان اين مكانهم عند الشعب الجزائري الرجال اللي داروا الثورة الجزائرية كانت الهمام انتاعهم عالية الناس اللي داروا الثورة الجزائرية كانت الارادة انتاعهم ارادة قوية وارادة صلبة هذو كالناس لما هم ضحاهم من اجل الشعب الجزائري بقى الشعب الجزائري يذكرهم جيل بعد جيل شوف الشياتين وين راهم وراهم الشياتين اللي كانوا في وقت من الاوقات يضربوا في الشيتاء الزيد او عمر من الناس وين راهم بمجرد هو انه يروح بسلمة بالعافية لأنه هذو كل ناس ما عندهمش مبادئ هذو كل ناس ما عندهمش اخلاك هذو كل ناس معا عندهمش المشرف ناس انها لمثلولين الناس الرخاص الناس هاذو اهم وخطن الله knowing انهم يروح الشتاء المواطن الجزائري الحقيقي هو اللي يبكي عن الجزائر مش هو اللي يروح يشيت الفلان وعلان على جلبه شو ما يرضى عليه او على جلبه شو يخذ صورة معاه او على جلبه شو يظهر في التلفزة او على جلبه شو تحكي عليه وسائل الاعلام او على جلبه شو ما يعرضوه بش هو يروح يحضر في ديفيلي او يقعد للطاولة او قال هني حكيت مع فلان وفلتان المواطن الجزائري أسمى من هذه الأشياء ولكن المواطن الجزائري الحقيقي مش العبد الذليل مش الشيات هذا الناس استغفر الله يا ربين وكانت تبحثوا إلى الجينات انتعهم تلقاهم ممش جزائريين المواطن الجزائري النيف انتعه عالي المواطن الجزائري اللي هو القدوة انتعه العربي بن مهيدي واللي القدوة انتعه مصطب بن بولئيد واللي القدوة انتعه العظام والرجال مش المواطن الجزائري العبد الذليل اللي يسلم على اليدين واللي يسلم على الرجلين إذن الإخوة والأخوات هذه المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إحنا إن شاء الله رنزدو نحاولو نديرو برامج أخرى وكل مرة نحاولو من خلال هذا النقاش ولكن راكم تعرفوا باللي رأى الناس بالمرصاد رأى هم هما ضرهم هذه الحوارات وضرهم هذه النقاشات لأنها راها تساهم في رفع درجة الوعي وتساهم في قطع الطريق أمام الشياتين أمام لاعقي الأحذية الأي مرشح من المرشحين إحنا الهدف نتاعنا هو خدمة الجزائر نحن نحوسوا إلى المصلحة نتاع البلاد حتى إذا كانت مثلا توقفت مع مرشح ولكن المرشح هذا يمتلك برنامج يمتلك رؤية من أجل خدمة البلاد يمتلك رؤية من أجل إخراج البلاد من الأزمة تاعها مش المرشح هذا اللي عمره ولا ناضي اليوم في حياته هذا اللي يخرج بعدما كان عسكري يخلع له هذه العباء العسكرية وسيروا يلمعوا فيه قال هاو الدكتور وهو عاجز عن التعبير دكتور ولكن عاجز عن الإتيان بأفكار ومن بعد يصيروا يلمعوا فيه في وسائل الإعلام وقال ورهم ورهم وراءوا ناس ورهم وراءوا وقال جنرالات ورهم وراءوا كذا ورهم وراءهم كذا من أجل على جل باش يوصلوا ومن أجل على جل باش يحقوا هذه كل الأهداف انتها حمد دنيئة لأنها ضد المصلحة انتها الشاب الجزائري الجزائريين والجزائريات ما لازمش تمسحوا ما لازمش تسمحوا في الدماء انتها خوتكم الجزائريين اللي ماتوا ماتوا قوافل وماتوا جماعات من أجل على الجل باش تقيش انتوما أعزاء مكرمين في الجزائر ماتت جحافل من الجزائريين والجزائريات على مر الصينين على جل باش انتوما تعيشوا كوراماء وتعيشوا أعزاء في الجزائر ما تعيشوش مذلولين وما تعيشوش منبطحين الجزائريين والجزائريات الفرصان تاعكم ما تخليوش هذ الناس يطلعوا على الدماء ويطلعوا على الجماجم ويوصلوا للسلطة ويزيدوا هما يتمتعوا بالثروات وبالمعاد انتاع الجزائر ما لازمش أقطعوا الطريق أمامهم أقطعوا الطريق بالوعي انتاعكم ما تخليوش الساحة مفتوحة رأى عندكم الآن وسائل الإعلام عندكم الفيسبوك وعندكم اليوتيوب وعندكم التويتر وعندكم الكثير من المواقع أفضحوا هذا الشياتين أفضحوا هذا الطماعين أفضحوا هذا الناس اللي يراهم ذركهما يحاوسوا على جل باش يزيدوا ويرهنوا الجزائر إلى أجل غير مسمى الإخوة والأخوات مهما كانت المواقع انتاعكم سواء كنتم في الجيش ولا كنتم في الشرطة ولا كنتم صحفيين ولا كنتم مواطنين عاديين ما لازمش تخليو الجزائر تروح في يد هذا العصابة اللي راها كل مرة تحاولوا أنه تجيب ناس من أجل على جل باش تستمر في نهب انتاع الخيارات الخيارات انتاع الشعب الجزائري شوفوا الجزائر عندها كوادر وعندها إطارات وعندها مفكرين وعندها فلاسفة وعندها علماء تجي هذه الوجوه المقصدرة هذه الوجوه المكشرة هذه الوجوه اللي هي تحاوس تزيد طرهن الجزائر إلى أجل غير مسمى لذلك أقطعوا الطريق أمامهم ما تخافوش ما تخافوش منهم الجزائري حر الجزائري بطل الجزائري النف انتاعوا طالع الجزائري ما لازمش يحط الراس انتاعوا لازمكم تستمدوا القوة انتاعكم من ربي تستمدوا القوة انتاعكم من الجهاد انتاع المجاهدين الشرفاء ومن الشهاداء الأبطال مشي من هذا المذلولين هذا المرخص هذا المحقورين هذا اللي هما يجيوا في وقت من الأوقات يمشيوا مع زيد ولا عمر من الناس من بعد هما لما يطيح يشهروا السكة ينتعهم عليه ومن بعد يقفوا راح كما يقولوا راح الملك جا الملك راح قال مثلا في وقت من الأوقات كان فولان والله عن لان من بعد راح يبدوا يلعنوا فيهم من بعد يمشيوا مع الوقف ما لازمش تخليوا لهم الساحة مفتوحة المهم أكتفي بهذا القدر الإخوة والأخوات نعاود نفتح لكم إن شاء الله بثوا واحد آخر على جلباش نسمح لكم على جلباش تديروا مداخلات فيما يتعلق لي لأنه هذا الناس الآن نراهم بلوكة وهذا البث هذا ورقم تعرفوهم باللي عندهم ناس مختصين في الإعلام وعندهم ناس قادرين وما عن طريق الفيسبوك وعن طريق كذا المهم يمنعوا البث هذا ويمنعوا هذا التواصل المهم أعتقد أنه الرسالة راها وصلت نحاول وأنه نزيد نعاود أن نراقب الهاتف نتاعي ونزيد نعاود نفتح بث واحد آخر وإن شاء الله ماذا بكم على جلباش تنشروا الرابط نتعى الصفحة وتنشروا الرابط نتعى الفيديو على جلباش إن شاء الله توصل للرسالة الأكبر عدد ممكن من الجزائرين والجزائريات الأحرار باش نفضحوا إن شاء الله معاً هذي الشياتين وهذو لاعقي الأحذية هذو اللي ما يستحاوش هذو اللي ما يخافوش ربي هذو اللي متهمهمش المصلحة انتاع البلاد ومتهمهمش الوطن ومتهمهمش التضحيات انتاع الجزائريين والجزائريات عبر الصينين هذو الناس تكاثروا في يعني في غياب هذو الناس اللي هما يقوموا بالدور انتاعهم هذو الناس تكاثروا لأنه لما الناس اللي هما يبكيوا للجزائر سكتوا خلوهم الفضاءات هذه مفتوحة كانوا في وقت من الأوقات كانت عندهم الصحافة وكانت عندهم قال مثل القناة وكذا ويمارسهم الشيط انتاعهم ويمارسوا اللعق الأحذية انتاعهم مثل ما حبوا الآن جاءت الفرصة من خلال هذه الانترنت اللي اعطات الفرصة للناس على جلبش هما يتكلموا ما لازمش تخليوا لهم الطريق لازمنا نحاربوا هذي الشياتين لازمنا نقطعوا الطريق أمامهم ما لازمش نخليهم هما يزيدوا يستمروا بالجزائر ردحا من الزمن هذا الناس لازم نقطعوا الطريق أمامهم ونازم نفضحوهم سواء كانوا في القنوات الفضائية أو كانوا في الصحف أو مهما كانت المواقع انتاعهم والله رهم في الخارج والله بتحت أي عنوان لازمنا نقطعوا الطريق أمامهم نقطعوا الطريق انتاعهم أمامهم بالوعي انتاعنا لازمنا ما نمشوش مع هذي الشياتين هذي اللاعقين دول أحذية ولازم نقطعوا الطريق انتاعهم لأنه هذي الناس رهم رايحين يزيدوا يستمروا بشخصيات وحدة أخرى بوجوه وحدة أخرى كلما أحرقت واجهة يستعملوا واجهة وحدة أخرى وهذا مثل ما قلت لكم رهم متغلغلين داخل أجهزة انتاع الدولة بتغلغلين في كل المؤسسات ورهم الآن يحاوسوا يغيروا الواجهة حتى باش يستمروا هما في الحل بنتاع الجزائر وفي شرب بنتاع الابر تاع البيترول ويبقى هما مستمرين في نهب انتاع الثروات وفي نهب الخيرات تاع الشعب الجزائري ويبقى هذاك المواطن المسكين هذاك المواطن الزوالي يبقى هو يعاني على مر الصينين كل مرة يجي فئة من الشياتين رقم شفتوهم رهم عادوا يمارسوا في الشيطان تاهم على القنوات الفضائية لأنه هذه القنوات الفضائية للأسف الشديد هي تحوس على أنه المواطن الجزائري يصير ذليل مذلول قال هاكم تشوفوا هاو العبد الذليل هاو العبد المذلول هاو العبد الشيات تشوفوا أراه يحقق قال مثلا منصب في البرلمان وهاو وصل حتى للرئاسة وهاو وصل للوزارة وهاو وصل لكذا لذلك هما يحاربوا هذوك الفحول يحاربوا الرجال ما يحبوش يسمعوا الصوت انتاعهم هما يحبوا هذوك المغلولين هذوك اللي ما فيهمش العديان انتاع الجزائر هذوك ما فيهمش الدم الجزائري الثائر ما فيهمش الدم الجزائري هذك اللي هو يقول للمظلم كفاء يقول للطاعية كفاء استمرته سنوات وانتم تخضروا في المجتمع الجزائري استمرته سنوات وانتم تضمروا في الأسرة الجزائرية تدمروا في التعليم تدمروا في السياحة تدمروا في الدعوة تدمروا في المسجد تدمرتوا الرياضة تدمرتوا كل شيء وتحاوسوا تخرجوا هذا المواطن الجزائري مثل الريفكة ومثل كذا ومثل كذا وقاعدين هما تخضروا فيهم عن طريق الإعلام عن طريق القنوات الفضائية بالمسلسلات المدبلجة وتدمروا فيهم من خلال برامج مختلفة وتحاوسوا تخرجوا لنا دعاة دراوشة وتحاوسوا تخرجوا لنا أساتذة منبطيحين أساتذة مذلولين صحفيين بائع الضمير إلى غير ذلك المهم الإخوة والأخوات أعتقدوا أن الرسالة راها مرت أتمنى هو أنه أراني وفقت في إرسال هذه الرسالة نحاول إن شاء الله وأنه نفتح لكم الخط عن الجلباش إن شاء الله نزيد ونتواصلوا مع بعض تحياتي لكم جميع نلتقي إن شاء الله بعد قليل